مستمرين في الحديث عن ما يدور داخل الحكومة بعد تشكيلها الجديد تابعنا مع حضراتكم في المقدمة مرنا سريعا على عدد من الوزارات وتحديدا وزارة الصناعة والصحة والتربية والتعليم والتجارة والتموين كل ده فيما يتعلق بماذا تفعل الحكومة في أول أيام توليها هذه المسئولية في جزئية لا تنفصل كثيرا عن ما يدور داخل أروقة الحكومة والنهاردة مجلس أمناء الحوار الوطني كما كان مقرر له عقد اجتماع النهاردة السبت لمتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته خلال المرحلة السابقة الحوار الوطني أصدر تصريحات أو أصدر توصيات في الفترة السابقة كان على الحكومة السابقة والحالية تنفيذها النهاردة كان فيه اجتماع هام جدا بيناقش هذه الجزئية وهو متابعة الحكومة بعد تشكيلها الجديد لتنفيذ توصياته اللي أصدرها خلال المراحل السابقة الأستاذ ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني قال إن مجلس أمناء الحوار وفاءا بهذا الدور للحوار الحوار بيتوجه به التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه بتشكيل الحكومة الجديدة ونبه إن مجلس الأمناء قرر أن يعقد النهاردة اجتماع ليعاود طرح تساؤلاته على الحكومة والتنسيق معاها فيما تم من تنفيذ من توصيات الحوار الوطني خلال المراحل السابقة وما سيتم تنفيذه وكيف سيتم تنفيذه في المرحلة القادمة إحنا معانا على التليفون وأرجو يكون جاهز معانا الأستاذ جماعة حسين إحنا في انتظار يكون معانا لكن الحوار الوطني كان خرج بتوصيات اقتصادية قبل كده وتوصيات فيما يتعلق بالمحور المجتمعي أيضا على الحكومة الجديدة العمل على تنفيذها كيف سيتم تنفيذها هو ما تم الاجتماع بشانو النهاردة